في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة قام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة المينيا شهد وزير الاتصالات أعمال مد كبلات الألياف الضوئية في قرية الأزهري بمركز العدوى ضمن مبادرة حياة كريمة واستفاد منها حتى الآن 114 أسرة من اللحظة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وهي غيرت شكل القرى والريف المصري وبتستمر في استكمال مشروعاتها محافظة المينيا وهي ضمن المحافظات المستفيدة من المبادرة استقبلت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز المحافظة سنتابع موقف أبراج ومحطات المحمول التي من شأنها تحسين الخدمة لأهلنا في قرى حياة كريمة أيضا لدينا حوالي 220 مكتب بريد في محافظة المينيا رفعت كفاءة أكثر من 175 منها ضمن 192 قرية التي نشغل فيها في المرحلة الأولى في محافظة المينيا نحن عندنا سبع قرى انتهوا تماما وتشتغل في باقي 185 قرية من أجل إنهاء خدمة الإنترنت كما تعلم أن خدمة الإنترنت هي ترتيبها في آخر الخدمات التي يتم تركيبها عدد من المشروعات تم تفقدها خلال الجولة بداية من مشروع تركيب إنترنت فائق السرعة عن طريق الألياف الضوئية بقرية الأزهري بمركز العدوة وافتتاح مكتبين للبريد بمركز مطاي ومركز مغاغة وتزودهم بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكملة للمواطنين مكتب البريد زي العاصر والله وما يساعدونا وما يقضلنا كل طالبات مكان المحتار وما يجوا يقبضوا نحن وقفين ويقولوا خدوا نتعوزينه وشان ما يزعلون مستوى اتطور كتير حضرتك الأيام دي وبقيت الخدمة سهلة وأكتر سهولة يعني من خلال إيتي أم ومن خلال الشباك كنا بنعاني في الأول من النت والدخول عليه والأولاد كانوا يذكروا طبعا كانوا يعني متدقين منه كده فلما جات حياة كريمة وركبت لنا النت ده جديد فماشاء الله يعني حاجة حلوة يعني سريع جدا واختتمت الجولة بتفاقد معامل مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة المينيا مؤتمر زي ده والحضور زي الناس اللي جوا دي والقصص اللي طلعت وتكلمت هيخلي طالبة يشوف أنه فعلا يقدروا يعملوا حاجة ويقدروا ينجحوا من خلال ده احنا موجودين هنا عشان نقول للشباب الصغيرين الجداد أن لسه في فرصة أنهم يعملوا الحاجة اللي هم عايزينها لأن من سنتين ثلاثة أربعة ما كانش فيه ناس ممكن تقول لك إيه الطريق اللي انت ممكن تبدأ فيه عشان تبقى بتشتغل ماركتير أو عشان تبقى كونتنت كرياتير المسميات دي نفسها ما كانتش موجودة مبادرة حياة كريمة بتستهدف في محافظة المينيا تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات لأكتر من 190 قرية في خمس مراكز بحيث يتم توصيل خدمة الانترنت فائق السرعة من نهاية المشروع إلى نحو 88 ألف أسرة